صيف البحرين يعين يعين كل سحر كل سمر يروي السمع يغوي البصر يرجس على نغام الحجر صيف البحرين يعين يعين كل سحر كل سمر يروي السمع يغوي البصر يرجس على نغام الحجر المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لها تعاون كبير في خيمة نخول ويقدمون ورش مختلفة منها ورشة تعرف على حقوقك وهي عبارة عن أنشطة ممتعة لتنمية الوعي لدى الأصغار وتمكنهم كمواطنين من فهم حقوقهم الثقافية والاجتماعية والاقتصادية بشكل أفضل أجواء الورشة متابعة في هذا التقضير سيد نواف يوسف من ورشة تعرف على حقوقك مرحبا فيك أستاذ نواف اليوم ورشة تعرف على حقوقك ما هي هذه الورشة ومن المشاركين فيها طبعا نحن من المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان نشارك اليوم في مهرجان صيف البحرين على مدى ستة أيام نقدم ورشة عمل حول حقوق الطفل للأطفال اللي عمارهم تتروح من ثمان سنوات إلى اثنى عشر سنة نعطيهم نبذة تعرفية عن حقوق الطفل ورش عمل وورش تدريبية والعاب تعليمية وتعلمه وترسخ فيهم مفهوم حقوق الطفل لديهم جميل جدا اليوم مستد نواف طبعا بمعنك مدرب في هذه الورشة أنا كولي أمر أو كي أي ولي أمر اليوم موجود معانم لما يدخل ابن لهذه الورشة اللي موجودة في خيم الدخول بعد ما يطلع منها الطفل شون يكون عنده من معلومات يكون فكرة أساسية عن عمل المؤسسة الوطنية حقوق الإنسان في مملكة البحرين أهم أعمالها أهم الأنشطة التي تكون فيها المؤسسة ودورها في مملكة البحرين في تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان بيكون الطفل فكرة أساسية عن حقوق الطفل شكرا مشاهدينا طبعا تعرفنا على هذه الورشة وعودة للزمالة في الاستيديو وأيضا نعود معكم من جديد لورشة إن شاء الله من بعد التقرير أكيد حابين نداد لش أكثر حول مشاركة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في خيمة نخول لعام 2019 يسعدنا أن يكون معنا الأستاذة ماريا خوري رئيسة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إن شاء الله بالخير وياهلا مرحبا فيكم نور ياهلا ومرحبا فيكم طبعا نورتيننا اليوم وأكيد في بداية الحديثنا بنتكلم عن مشاركتكم كمؤسسة في خيمة نخول لعام 2019 تسلمين عيني طبعا نحن هاي السنة الثانية اللي نشارك فيها في خيمة نخول وصراحة قبل ما أبتدي عن سبب مشاركتنا أصبح اسم خيمة نخول مثل ما يقولون براند يعني صار شعار معروف من تقولين خيمة نخول الكل يعرف إنها مهيئة ثقافيا للأطفال طبعا المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بأحكام قانون إنشاءها يتطلب منها من بعض الواجبات التي عليها وفقا للقانون هو دور استراتيجي في تعزيز وحماية حقوق الإنسان فتأتي طبعا مشاركتنا هذه لزيادة الوعي لدى الطفل ولزيادة الثقافة في مجال حقوق الطفل وأيضا الهدف الأساسي هو تحقيق جزء من أهدافنا في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان لنشر الثقافة وبين مختلف فئات المجتمع البحري طبعا يعني انتكلمت بشكل عام عن أهداف مشاركتكم في خيمة نخول نبي انتكلم أكثر عن الورشة اللي قدمتوها واللي هي تعرف على حقوقك أولا نعرف شنو الهدف منهم والأي فئة عمرية طانت مستهدفة خالصا أن المتواجدين والمشاركين هناهم صغار فأنا نعرف شنو الفئة اللي استهدفتوا يحليلهم أنا شوفهم يركضون في الخيمة فجو أيضا مهيئ لهم وهذا حق من حقوقهم هو حرية اللعب صحيح طبعا والتعبير عن أنفسهم الفئة المستهدفة من خلال الورش التي قدمناها هي من 9 إلى 12 سنة من الجنسين طبعا عندنا أهداف نحن نتمنى أن نحققها من خلال استراتيجية المؤسسة استراتيجية عمل المؤسسة اللي نحن قاررينها إلى عام 2021 الورش اللي قدمناها ثنتين واحدة الأولى هي التأثير البيئي على حقوق الإنسان وهذا جزء مهم الدنيا كلها متجهة نحل حقوق البيئة وحماية البيئة وهي أحدى المتطلبات الأساسية لحقوق الإنسان ممكن سمعته مؤخرا أنه سيصدر قرار أو صدر قرار لمنع أكياس البلاستيك وضرارها على البيئة فلابد أن نحن نثقف الطفل منذ هو صغره على الآثار التي تنجم عن سوء استغلال الحقوق البيئية وطبعا البيئة مرتبطة بالصحة وبكرامة الإنسان فنحن نركز على ذلك الورشة الثانية اللي رح نسويها اللي هي المساواة وعدم التمييز لازم الطفل يدرك أنه هو نحن لا يوجد تمييز لونه بين اللون ولا الجنس ولا العرق ولا الدين ولا الطائفة وأهم من ذلك يمكن أن نحن نشوف أن الأطفال ساعات يشوفون طفل يمكن على عينه ضمادة لأنه عنده يمكن عيب كلقي أو عنده مرض يعني نعلم أنه لا يوجد تمييز بين الطفل صاحي والطفل يمكن يعاني من مشكلة فهذه الورش اللي نحن يعني سوينا طبعا أهدافكم جدا سامية وجميل أن اليوم نثقف أطفالنا اللي هم بيكونون باتر شباب هذه الديرة يتعلمون الثقافة بشكل عام يمكن تثقيف الطفل عن يعني الحقوق ممكن يكون بعيدة عن حياة الطفل العامة بشكل عام هو يحب اللعب المراح يتعلمون أشياء تكون بسيطة لكن الحقوق بشكل عام ممكن تكون مفهوم يعني صعب عليهم صعبا شوي فنبي نعرف كثير مهم اليوم أن نحن نثقف هاي الأطفال بشكل عام عن الحقوق والواجبات الخاصة وخاصة أنهما في هذه السن يمكن تكون مداركهم مفتوحة أكثر علشان يتقبلون ويفهمون مثل هذا صحيح طبعا نحن نؤمن في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والراعي الأول لحقوق الإنسان في البحرين هو جلالة الملك الله يحفظ فنحن نؤمن في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن مسألة الحقوق هي من الثوابت الوطنية لا يوجد عليها أي خلاف وأن الإقرار بهذه الحقوق سواء كانت حريات مدنية أو سياسية أو ثقافية أو اجتماعية أو اقتصادية حق أصيل لكل من ينتمي إلى البحرين وأيضا مقيم في البحرين فأنت ذكرت أنه يمكن صعب تثقيف الطفل في موضوع نحن في ناس تاخذ باكالوريوس وماجستير في ذلك الأمور طبعا نحن نستمد أساس عملنا لمن يأتي للطفل من اتفاقية الطفل اللي منضم إليها البحرين اللي طبعا وصكين الدوليين اللي هم الحق المدني والسياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي أريد مدري أي شنو هي كاميرتي هذي كاميرتي أنتجنا نحن كتاب بلغة الأطفال كلها رسومات توضح مثلا هنا يقول شلال التمييز عندنا شيء ثاني يقول لك التنقل والسفر الزواج وتكوين الأسرة حرية الدين والمعتقد ومن خلال عمل الكشك اللي نحن موجود عندنا في المؤسسة الوطنية للحقوق الإنسان سوينا ألعاب خفيفة تثقف الطفل أنا صراحة للمن رحت عندهم قلت لهم صاحب الفكرة جدا جميل لعبة السلم والثعبان تأكل معروفة معروفة نحن نعرفها قولا لكن استقلتها بشكل آخر لكن إذا راح على الثعبان يقول عنف فهذا حق من حقوق الطفل أنه لازم نحمي من العنف لما يجي مثلا صحة يركب فوق أنه عنده حق يعني في الصحة من الأشياء الثانية اللي علمنا ياها مثلا هذه كاميرتي إعادة التدوير إلى البيئة شيء ثالث الحق في الصحة أنه حق في أن يأكل وجبات متكاملة للغذاء هنا عندك مثلا حق في اللعب عدم التمييز لأن في أطفال مثلا في كراسي متحركة البنات والأولاد يلعبون كرة قدم لا يوجد تمييز هنا فحاولنا أن نستخدم لغة الطفل في تثقيفها عن حقوقها وإن شاء الله نكون نجحنا وأعتقد سؤالك القادم بيجاوب على هذا السؤال إن شاء الله يعني أنا ما شفت الورشة حقيقة بشكل مباشر لكن من خلال اللي التميزت من نيشة الآن جدا جميلة بفكرة أن أنتم تخاطبون الطفل بلغة الطفل نفسها حتى الصور والكاتالوج يعني عرضتي البروشتور اللي عرضتي من خلاله الحقوق والواجبات اللي لازم تكون على الطفل كانت بألوان جدا جميلة وهذه يعني يحفز الطفل عشان يقرأ ويتعلم أكثر طبعا يعني أنا بأتكلم الحين كيف تتفاعل الأطفال معك وخاصة أنتم قادرين تلعبونهم ألعاب مسلية وفي نفس الوقت أنتم قادرين تعلمونهم وتغرسون فيهم بعض القيم فكلمينك كيف تتفاعلهم نعم وقفت عند المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وشفت بعض الأطفال اللي داخلين وطالعين وتكلمت مع بعض أولياء الأمور أتكلم أول شي قبل ما أجاوبش يعني السنة الماضية الفريق العامل من المؤسسة من الأمانة العامة اللي يفضل جهد كبير جاء قال لي أستاذة ماريا ان اتفاجأنا وانبهرنا وسعدنا من درجة معرفة الأطفال بفقوقهم هذا شيء جيد معنى ذلك شنو إن البرامج التربوية اللي قاعد تطع في التربية والتعليم وفي المدارس برنامج مواطنة إنه قاعد يؤدي أيضا دورة في ذلك لكن إذا أتكلم عن هذه السنة وجدنا ردود فعل أيضا أطيب من ذلك إنه صاروا أعطونا تحدي إنه نحن نريد ألعاب أكثر تثقف أطفالنا نريد فعاليات أكثر طوال السنة إنه نتثقف أطفالنا عن حقوقهم أيضا نريد فعاليات مبسطة تناقش الطفل في حقوقه فوصل الإدراك مرحلة مميزة أصبحت عندنا نحن تحدي لازم نطور من عملنا وستراتيجياتنا بما أنت تكلمت عن الاستراتيجية أنا من خلال حديثة معي عربت أنت قمت ببعض الألعاب مع الأطفال لأنه ممكن الطفل بطبيعته ما يحب دائما أنه يستمع أو ينصت يحب الأشياء اليدوية اللي ممكن يتعلم من خلالها نحن نتكلم أكثر عن الطرق اللي اتبعتوها من خلال وراشكم على أساس أن أنتو توصلوا رسالتكم بشكل جدا سلس على طفل نعم على سبيل البكر وليس الحصر سوينا لعبة أطفال مكعبات يمكن من خلالها يتعرف على حقوقها هاي للأطفال اللي مثلا تسع سنوات عندنا الرسم مثلا أنه نطلب منه يرسم حق من الحقوق فهو يتفاعل معنا المثال على آخر هو استخدام لعبة الليجو التي هي الآن من شهره يعني الأطفال كلهم يلعبون هاي كلهم يلعبون ليجو أننا نقول لها في الليجو سويلي حق من الحقوق فمنهم سووا سيارة الحق في التنقل جميل منهم أخذوا الشيبس ما للأولاد أنهم يلعبون يعني مع بعض فنرجع لنفس المقال أننا نحن استخدمنا نغة الطفل في التخاطب وفي التواصل ليصال معلومة قيمة لا عن حقوقها جميل جدا أنتو تتابعون طرق تكون مميزة على شان طفل خاصة أنه اليوم الطفل يحب الحركة دائما يحب أنه يلتمس بعض الأشياء يعني مشاركتكم ما تقتصر على ورشة تعرف على حقوق تذكرت من شوية أن عندكم بعض ورش أخرى نبين تكلم عن الفئة العمرية أيضا قلتي لي من 9 إلى 15 سنة من 9 إلى 12 من 9 إلى 12 سنة نبين تتكلم يعني تعاوملكم أنتم مع هؤلاء الأطفال ذكرتي أنهما تكون على أساس الألعاب هل التمستوا أن الفكرة أو الرسالة اللي أنتو تابعونها وصلت لهم بالشكل الصحيح اللي أنتو كنتو تبتغونه؟ طبعا نحن لابد من تقييم التجربة في نهاية الخيمة لكن أنا أعتقد أن من خلال في الثلاثة أيام الأولى كان عندنا ورشة يعني اللي هي ألعاب حول حقوق الطفل اللي قدمنا عن طريقها أنشطة ومهارات حول أهم حقوق الطفل اللي كلها منبثقة من اتفاقية حقوق الطفل الثلاثة أيام القادمة أعتقد نحن من 10 إلى 13 الخيمة إلى نهاية إلى نهاية يونيو بس نحن من 10 إلى أفتكر 16 أو 17 يعني مشاركتنا الورشة الثانية بتكون لنحمي بيئتنا وهي حديث الساعة بالنسبة لجميع الأفراد يعني الآن يعني في البحرين نقدم أنشطة ترفيهية تتعلق بالبيئة لنرفع الوعي بأهمية حماية البيئة حماية شواطئنا يعني يعني إعادة تدوير النفايات طبعاً لابد من وجود بيئة سليمة هادفة لينعم الجميع بالصحة فنريد أيضاً وهي إحدى المتطلبات الرئيسية في حقوق الإنسان فركزنا على ذلك أيضاً حلو طبعاً نتكلمنا عن مشاركتكم في خيمتنا خولوا أنتم دائماً حارسين أنتم تكونوا متوجدين في هذا المكان شنو إنعكاسات هذه المشاركة عليكم كم أساسة؟ طبعاً هذه الفعالية وغيرها من الفعاليات التي نعملها على مدار السنة تأتي من إيماننا القاطع بذورة الشراكة المجتمعية إشراك جميع أفراد المجتمع في خططنا وتنفيذاً لستراتيجيتنا والاستراتيجية موجودة ونحاسب عليها وأيضاً عاملين لأول مرة نحن مؤشرات إداء تقييم مؤشرات الإداء فنحن لسنا معنيين بالطفل فقط هذه فقط فعالية معنية بالطفل فنتكلم عنها نحن معنيين بجميع فئات المجتمع فرسالتنا واضحة وهدفنا واجب ونؤمن بالشراكة المجتمعية في ذلك حلو بما أنتكلمت عن الشراكة المجتمعية نحن اليوم كلنا مع بعض لابد أن نحن نتثقف في الحقوق والواجبات لكن في فئة مثلاً يقولون ليش اليوم مضطفل شنو أهمية أن الطفل اليوم يكون مثقف من ناحية حقوقه وواجباته وهو في سن صغير يقولون يعني لما يكبر شوي ممكن أنه يتعلم شنو انعكاس اليوم التثقيف بالطفل من هذه العمر من هذه الفترة الفئة العمرية على المجتمع أنا أعتقد المثل اللي كانوا يعلمون نحن وصغار العلم في الصغر كان نقش في الصخر الصخر ولا في الحجم أنا أعتقد مع المتغيرات الدولية والعالمية اللي يشهدها كل العالم لابد من تثقيف الطفل مبكراً إنه يكون واعي بمواطنته بحقوقه وواجباته هذه كلها ستنعكس من يربي يربي النفس نحن إذا ربينا جيلنا على محبته أولاً لبيئته ولصحته ولنفسه ولوطنه في صغره سينعكس ذلك لا شك في المستقبل على اهتمامه بالسلام واهتمامه بجميع مقومات نجاحة شخصياً وتقدم وطنه نحن كلنا نلاحظ أن الطفل اليوم أصلاً مثقف من ناحية مستعمل للتكنولوجيا ومطلع على كل الأشياء ففهم اليوم يكون حتى أكثر لمثل هذه الأمور في النهاية أكيداً بيأتكلم ويأت عن هذه المكان اليوم نحن متواجدين في خيمتنا ويقول رائد فيه وبتنظيم هذه السنة طبعاً شهادتي في المكان مجروحة هذا معلم من معالم البحرين الأثرية التراثية الحضارية الثقافية ليعكس حضارتنا أعتقد اختيار موفق لهيئة الثقافة والأثار أنه علشان الطفل أيضاً يعرف أن حق من حقوقه هو حق الثقافة وأنه يعرف تاريخ بلده ووطنه بالقرب من قلعة أحمد الفاتح أو في قلب قلعة أحمد الفاتح إنعكاس جميل جداً والحال نحن نتكلم أشوفها الأطفال اللي هم جايين يعني يشوفون هذا المكان ليس للألعاب فقط لكن يروا حضارة يعني وطنهم جهود مشكور لمعالي الشيخة مي إسعادة الشيخة هلا في التنظيم وفي اختيار المكان وأيضاً لجعل المؤسسة لا يتجزأ من يعني برامج الثقافة لاهتمامهم أيضاً بأهمية ثقافة حقوق الإنسان ويتأتي مناسبة جميلة جداً لاختيار هذا المكان لأن البحرين تلال دلمون قبل أيام سعدنا كثيراً بوضعها في اليونسكو من المدن على لائحة الأماكن التاريخية الموثقة التي تعتز فيها البحرين وهذا يعكس أيضاً أن البحرين دائماً ستكون موجودة مع الحضارات العالمية كانت ثقافياً ولا اقتصادياً ولا حقوقياً ولا إنسانياً ولا سياسياً ولا مدنياً دائماً في المراتب الأولى الحمد لله فضل الأطفال الذين سيشبون على معرفة حقوقهم وواجباً أكيد طبعاً الأستاذة ماريا خوري رئيسة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان كل الشكل اللي تواجدت معنا اليوم استفدنا من وجودت طبعاً ونورتنا الله يفعل يعطي تلعاً فاصل سريع من بعدها رح نكون مع تقرير عن أحد العروض المميزة في خيمة نخون فخلكم معنا رجعنا لكم المتواصلين معاكم من عالم خيمة نخون جميلة جداً مبادرة سوق الأطفال اللي من خلالها يتم توفير تجربة حاكي الأسواق التجارية يتعلمون من خلالها الأطفال من عمر 7 إلى 15 سنة بشكل عملي فنون البيع والشراء والتسويق لمشغولاتهم اليدوية وغيرها من المعروضات والسلع المتنوعة سوق الأطفال في تقريرنا التالي سيف ما شاء الله اليوم أنت تعتبر رفسك تاجر من متى عندك هذه المحل؟ من ثلاث سنوات أشارك في جميع المعارفة ما تبيع داخل هنا؟ أبيع ألعاب الكبار والصغر هناك ناس يشاجعون حتى لو إنسان مخاطر يشتري يشتري وبعدها أيضاً استفيد من أني أتواجر إن شاء الله لما أشبرا كنت أتواجر كبير سيف من يساعدك في هذا القسم؟ كل في عائلتي أختي أمي أبوي كلما يساعدوني ماذا كنت أردت أرباح؟ لا أستطيع أن أقول لك ماذا يعني؟ موسيقى طبعاً مشاهدين مثل ما ذكرت في مقدمة التقرير اللي شاهدنا من سوق الأطفال طبعاً جداً جميلة هذه المبادرة إنهم يشجعون الأطفال على إنهم يعرفون أصول البيع والشراء والطفل اللي شاهدنا في التقرير طبعاً أنا كنت متواجدة في سنوات الفائتة وكان متواجد وليليوم هو متواصل وهذه لفتة جداً جميلة إنهم يعلمونهم من صغرهم وشو ممكن يبيعون ويشترون وممكن شنون يستقلون مهاراتهم في تكوين وصنع الأشياء اللي ممكن يبيعونها ومن أجواء الستيديو إلى أجواء الخيم المفعمة بالنشاط مع زميلنا علي الحداد مساك الله بالخير علي أسبوع ويوم يديد شنو محضر لنا فيه؟ نحن في ورشة بيئتنا المحمية مع المجلس الأعلى للبيئة ومعنا مدربة هذه الورشين تعرف عليك؟ مريم عادل من المجلس الأعلى للبيئة سيدة مريم اليوم أنت موجودة في هذه الورشة أعطيني فكرة عامة عنها طبعاً نحن معكم من المجلس الأعلى للبيئة نحن هنا في هذه الجناح في خيمة نخول مثل ما نقول نحاول أن نحن نوصل الوعي البيئي حق الطلاب نوسع مداركهم البيئية حتى يعني ممكن نقول أن نحن نتغير سلوكنا إلى سلوك بيئي صحيح جميل جداً، طبعاً أستاذة اليوم أنتظر؟ نعم، ومن خلال هذه الورشة اليوم نحن نتعرف مع الأطفال عن المحميات الطبيعية في البحرين شم محمية وكل محمية وممكن تتميز بها وماذا تحتوي علي جميل جداً، أنا هذي كان بضبط سؤالي عن المحميات نتظر حيني اليوم محمية خليج توبلي وأيضاً هير إيه، خبرين عنهم؟ كل عام نتكلم عن المحميات الطبيعية في البحرين وخاصة المحميات البحرية، عندنا محمية دوحات عراد ومحمية العرين وعندنا البقية المحميات البحرية ونحن من خلال هذه الورش أيضاً بنعرف الطلاب على ما تتميز بهذه المحميات البحرية جميل جداً، أنا سؤالي هل الطفل اليوم في هالعمر عنده القدرة على التعرف على هالشيء؟ يعني شو التقنيات والأساليب تستخدمينها؟ عساس توبصين هل معلومة للطفل في هذا العمر؟ نحن من خلال الورش التدريبية، نحن حين الطفل عنده كل طفل عنده أدوات تعليمية وقاعد من خلال الرسم والتلوين، يتعرف على المحمية الطبيعية اللي موجودة على الكيس مالا، اللي هو بيشتقل فيها دوي، وبزينة، وبيتعرف على هذ المحميات اللي تحتوي عليه من قائنات في بعضها تحتوي على الكهات البحرية، وفي بعضها على مثلاً، نحن هنا، نحن نبين نخذ بس مثال، لو نرفع هذه الكاميرا، مشاهدين تشوفون، هذه محمية خليج توبلي، تشرح اللي عليها بس شوي؟ نحن خليج توبلي، يعني خليج توبلي يتميز بوجود نبات أو أشجار القرن، فإحنا نبين حق الطفل أن هذه المحمية يتواجد فيها هذا الكائن، وهذا الكائن شنو صفاته، وشنو قاعد يسويه، أو شنو فوائده عندنا بعد، نتكلم مثلاً عن محمية أو جزر أحوار، وشنو تتميز مهم من حيوانات وطيور، ومثلاً نراويها من هذه البقر، مثلاً البحر موجود في هذه المنطقة، ويعني حتى البحرين تتميز بوجود هذه الحيوان أو هذه الكائن في هذه المنطقة، وشنو نبين حق الطفل أنهما يعني يهتمون، أو شنو السلوك اللي ممكن ما يتميزون، يساوونه عشان يحافظون على هذا الكائن، وتواجده في البقر، جميل جداً، طبعاً أنا أعتقد هذه الورشة مبس للأطفال حتى الكبار، لأن أنا حبيتها الحين، وبتأكيد معلومات هي ثرية وغانية، الوحي يسفيد منها، يعني أنا لو عرفت خليق، الله يسلمج، طبعاً رسالة توجيينها لأولياء الأمور اللي يشاهدوننا اليوم، عساس أن يسجلون أطفالهم في هذه الورشة، طبعاً ما شاء الله قيمة نخول تتميز بعدن من الورش المتم ميزة، والحلو فيها أن الطفل يعني ممكن أنه يشارك في الورش كل ثلاثة أيام ورشة جديدة، يعني كل ثلاثة أيام يعني نحنا ندعوهم أنه ميونا ويزورونا حتى يتشوفون ورش شديدة ويتعلمون شيء، صحة والعاقي، المجال في التوعية البيئة، طبعاً مشاهدينا من بعد هذه الورشة المميزة والغنية بالمعلومات، نعود لزميلة جمالة في الستوديو، جمالة لك الستوديو يعطيك العافية علي وكيد بنتواصل معاك من خلال حلقتنا ودائماً أنت تبهرنا بالأشياء المميزة مشاهدينا منذ انطلاق مهرجان صيف البحرين في خيمة نخول شهد مشاركات من الفائزين بمسابقة نجم نخول في الأعوام الماضية منهم مشاركة الطفلة سارة محمد بفقرة قنائية وهي الفائزة بالمسابقة عام 2018 وكذلك الموهوب تركي نواف اللي قدم عزف موسيقي مباشر على الدرامس طبعاً نحن الأسبوع الماضي نوهنا عن هذه المسابقة مسابقة نجم نخول وبنتعرف على تفاصيلها أكثر بعد ما نتابع معاكم هذه المخطفات موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 منها الطفل يكون موجود هناك ويمكنه يدربه ويلاحظ فيه أنه عنده موهبة حلو عندنا تجارب الأداء الفئة التجارب الأداء هي الكاتبة اللي ينتقي فيها المدرف لقفال المميزين حلو وبعدها عندك المرحلة الثانية اللي هي النصف النهائي وآخر مرحلة اللي هي التصفيات النهائية أنا أتكلم في السؤال الثاني عن المرحلة الأخيرة لجنة التحكيم اللي تقرر منه الفائز في المسابقة هل فيه مقاييس وديناميكية معينة يتبعونها؟ بلا، كلامك صح المعايير مو نحن مليل نحطها ناس المختصين في هذه الأمور فإذا كان موسيقى شخص مختص في الموسيقى إذا كان في القناة فنان نحن من ناحاتنا عندنا ثلاث دقائق نلزم الطفل يقدم المهارة اللي عنده في خلال ثلاث دقائق هناك معايير ثانية اللي هي أكثر اختصاصية مثل إذا كان في القناة طبقات الصوت ثقت الطفل في نفسه على الستيج أداء في الستيج حضوره شلون عندكم نحن قلنا القناة عندك التمثيل نفس الشي نبرة الصوت شلون مالته أداء شلون عندك فيلقاء الشعب نفس الحالة ويعني حتى العام كان فيه فكرة يديدة أو أداء يديد أول مرة نعرف عنها أو يمكن موجود بس نحن أول مرة يحضر لنا وهو المسابقات الذهنية هذا كان شيء مميز هذه كان عندها المعايير الموالات كانت مختلفة نوع عمل لأنها ليست علاقة بفن أو موسيقى بالتأكيد بالضبط فهذا كان عبارة عن سرعة بديهة نعطيها مجموعة أرقام أحسني من خلال ثواني تبت تخيلني شلون في خلال ثواني نحن نشاقرين بالكالكليتر وهي في خلال ثواني تعتمنا الرقم ما شاء الله عليها ما شاء الله عليها طبعا ذكرتي من شوي أنه في تجارب أداة في لقمة التحكيم مراحل معينة يعني يقفزون من خلالها الفائزين أو المشاركين في هذه المسابقة خلنا نتكلم شوي تفصيل أكثر عن هذه المراحل هذه المراحل أنزمة نحن مثل ما خبرتك عندنا استمارة الطلب وبعدها عندنا تجارب أداة وبعدها عندنا تصفيات أو النصف النهائي وبعدها يطرع منهم النخبر المؤهلي وبعدها نروحون إلى التصفيات النهائية اللي يطرع منها ثلاثة ثلاثة أشخاص وبعدها منهم واحد فائز وعندنا حكام حكامنا مختصين إذا كان في المسيغة إذا كان في الفان في القناء وفي نفس الوقت عندنا حاكم وائد مميز اللي هو من؟ الجمهور الحاكم اللي هو الجمهور وهو اللي بحد المصير واحد من هالطفال الثلاثة فدورهم هي الجمهور الواج يكون قوي لهم صوت جميل جدا أنتو أشركتو حتى الجمهور في هذه المسابقة المسابقة مميزة وأنتو بعد أضفتو لها تميز أكثر لابنت تكلم عن تميز هذه المسابقة هذه السنة هل اختلف بها شيء عن السنوات الماضية؟ نحن ذكرتك الأسامي الأطفال الفايزين هذه بروحها شيء وائد مميز وقتلت عن الأوبرا قتلت عن المسابقة الدهنية وهذا اندل على شيء على تنقلنا من مكان لمكان من منطقة لمنطقة وهذه كانت توجه في شخمي نحن ننتقل من منطقة لمنطقة والأشخاص اللي ما نقدر نوصل لهم نوصل لهم في هذه المناطق فنكتشف فيها هذه المواهب مسرح نقول مسرح تجريبي وائد مهمة منها الطفل يقدر يشوف روحها شنو هو شاطر فيه ولي الأمر ينتبه يكون عندك ثق خلاص والدي شاطر في هذه المواهبة صح ومنها ينمي روحها يتهيلي هاي ميزة وائد مهمة وهي دابع ولي الأمر يشجع طفله أنه يالله أنت نحن موهوب أنت نحن دخلت الأداة التجريبي وهذا يمكن أن يكون يوم الأيام مستقبلة صحيح؟ صحيح نعم يعني نبي انتكلموا شوية عن تواصل ما بينكم أنت وكأشخاص مسؤولين عن هذه المسابقة مع المشاركين يمكن اليوم أنت ذكرت بعض الأسماء اللي فازوا في السنوات السابقة هل تتواصلون معهم حتى ما بعد امتهاء قيمتنا؟ هل في تواصل معهم هل تحاولون أنتوا تطورون منهم أو أنتوا تقدمونهم في مسارح أو معارض معينة؟ كنا متش صح الفائز مثلاً مال العام هذه أبسط مفاد كان هو موجود في حفل الختام وهذه السنية في حفل الافتتاح حلو ودار ما دار أو طول السنة الهيئة التقاطع لديها فعاليات كثيرة ندخل الطفل الموهوب الذي يفاز عندنا في هذه الفعاليات بالإضافة من ناحية واحدة من ناحية الثانية لدينا قائمة الأسماء إن كانوا كويزين أو ما كانوا كويزين المهم عنده المهارة عنده الاسكلة نقدم لائحة الأسماء حق معحد البحرين المسطقة عنا علاقتنا واضي وطيدة مع معحد البحرين المسطقة يتحييلي هاي المكان الصح عشان ينامون الموهوبة اللي فيهم حلو حبيت هذه النقطة أن عندكم أرقام التواصل ستتواصلون معهم وتواجهونهم إلى وجهة اللي ممكن هي تطورهم مهم اليوم أن نحن نبني هذه الثقة عند الأطفال ونخليهم ينامون ويسقلون هذه الموهبة يعني استاذ عفاد وقبل ما ننهي لقاء لمعاتش اليوم أبيت تتكلمين أو تواجهين كلمة إلى المشاهدين أولياء الأمور بشكل عام اللي لحد الآن يمكن ما يعرفون حتى شنو طفلهم موهوب فيه واجه لهم كلمة دعوة لهم لإكتشاف مواهب أطفالهم وإشراكهم في المسابقة خيمة نخول أنا أشوفها بحكمة أنا وليات أمر أول مكان الصحيح حقها الطفل إنه يشوف وين موهبتها لا نستقر المواهب في كل طفل في عنده ميزة نحن يمكن ما ندري عنها يمكن بحكم نحن مشغولين بروسينا اليومي ما ندري فهي أحسن مكان نحن نكتشف المواهب مجرد ما نكتشف المواهب وإنه عندنا المساحة التي نقدر نعطي بطفل الوطفل لكي يعبر المواهب لا تبخلون إنه أنت تقدمون استمار الطلب إنه عندكم ولد موهوب وما تدون هذي يمكن بداية الشيء مواهد عوج بداية انطلاقة بداية انطلاقة هاي المستقبل هاي ممكن تكون أوه هي مهنتة فأنا أطب من كل ولي أمر إنه اليوم وعندكم ليه تارك 15 سبعة صح تميلون الاستمارة اللي فيها الدشوم فيها نجم نخول وخال المهوبة مفتوحة لا تقولون بس غناء بس موسيقى نحن فاتحين هالموضوح حق كل أنواع المهارات إن شاء الله تكون دعوة تتوصلة للجمهورة أولياء الأمور للصدافة وفنتي أخصائي التسويق وترويج بهيئة البحرين للثقافة والأثار يعطيتش ألف عافية ونسمى لكم إن شاء الله كل التوفيق في هذه المسابقة شكرا ما قصرتك يعطيتش العافية مشاهديننا من بعد هذا اللقاء ننتقل معكم إلى فاصل وراجعين من بعد نواصل حلقتنا معكم موسيقى 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 ما زلنا متواصلين معكم من خيمة نفول أما الحين ننتقل معكم إلى عرض الدمى هذا العرض الذي قدم فنان مسرح العرائس رمضان يوسف وهو عبارة عن عروض دمى تعليمية وترفيهية مستوحى من التراث المحلي المغامرات الخصص والألعاب الشعبية أجواء العرض نتابعها معكم مشاهديننا في هذا التقرير موسيقى 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 أخت نورة طبعاً اليوم تشوفنا هذا المسرح الأكثر من رائع فيه تفاعل جداً ما بين الأطفال وما بينكم خبريني عن المسرح وشنو الهدف من وجود المسرح اليوم في مهرج النصيف البحرية الهدف مننا أن نحن نمسج بين الألعاب التعليمية والألعاب التفاعلية يعني الطفل هنا عندنا يتعلم في نفس الوقت يستمتع يعني نفس ملاحظ أن فيه ألعاب يعني فيها معلومات مفيدة لهم فيها أسئلة مفيدة لهم فنفس الوقت نحن ندمج بين التفاعل والتعليم أخ أحمد اليوم تشوفتك ما شاء الله أنت والعائلة موجودين على مسرح صيف البحرين خبرني ليش يبت ليال بالتحديد على هذه المسرح طبعاً نحن كل سنة البحرين سوي لنا فعاليات جميلة في الصيف حق الشباب والناس اللي ما سافرت أو العوائل بسكلي اللي موجودة بالديرة فعادة نحن نشتركين في خدمة الاسمس اللي موجودة حق صيف البحرين وصلنا ميسج وشفناه على السوشيال ميديا أنه موجود في أفنت ونحن نحن نحضرون أكثر من السنة ليس أول سنة تقريباً ثالثة أو رابع سنة نحضر هذه الفعاليات فيه فعاليات كانت موجودة قبل سنتين في نخول اللي موجود كانت مجمع سترة سنة اللي طافت كان تقريباً نفس المكان وكان فيه مكان ثاني لواي مقلعة البحرين يوسف اليوم ما شفت قاعد تابع عرض الجمع شون حبيت فيه كل شيء الجمع كل شيء جزين، أنت لعبت في الألعاب اللي فوق المسرح في المسابقات لا، لعبت في الألعاب الإلكترانيات والإلكترانيات عجبتني في الصج عجبتني كثيراً فحابة أجربها مرة ثانية سنليارية كان هذا عرض الدماء لمهرجان سيف البحرين الذي سمتع به الصغار والكبار وأنا أيضاً موسيقى هذا العرض الذي يتفضل فيه الضيوف في هذا التقرير أنا شخصياً أحب وايد هذه العرض عرض جميعًا تميز من خلال كل السنوات الفائتة الكل كان يتكلم عن هذه العرض نتمنى لهم إن شاء الله كل التوفيق مشاهدينا متواصف معاكم في تقصيتنا المباشرة لفعليات وإنشطة خيمة نخول الواقع هذه السنة بالقوب من قلعة الشيح سلمان بن أحمد الفاتح بالرفاع أما الحين تتجد وقفتنا مع علي وأحد الضيوف المتواجدين معا في خيمة نخول الصوت والصورة عندك زميلنا علي الحداد تفضل يهلا يرحب فيكم مشاهدينا مشاهدي برنامس سيف البحرين رجعنا لكم مرة أخرى من خيمة نخول ولقاء مع أولياء الأمور لنأخذ آراءهم حول هذه الخيمة ومشاهدوه من جمالية فيها تعرف عليك محمد أحمد يوسف أستاذ محمد طبعا اليوم تريد أن يكون في خيمة نخول خبرني عن انطباعك بشكل عام عن هذه الخيمة خيمة ليست ممتازة طبعا أنا لم أتزوج بس أنصح أولياء الأمور ريون هنا لأن في خيمة نخول هالمرة مبدلين الموقع هنا في قلعة الرفاع قلعة الشيخ سلمان طبعا انطباع العام جدا ممتاز الباركات متوافرة السيكورتي برع موجودين يعني جدا شي جميل وأتمنى من أولياء الأمور يبون عيالهم وشي بعد ما علي أي رسوم فهذه الشي وايد يشجعنا الواحد يبع عياله هنا جميل جدا إذا في كلمة تحب توجهها للجمهور أو المشاهدين اللي قاعدت أبعونا اليوم أتمنى من الجمهور الكريميون يحضرون من الساعة خامسة تسع طبعا فيه وائد فعاليات هنا تشجع الواحد نيب عياله ومكان كل كمكان سيفتي حق الأطفال إنه مسكوكين البيبان كلها والأطفال اللي يكونون داخل وعندهم جدا عدعوب عدعوب كثيرة ممكن يشاركون فيها كالصح والعافية مشكول يعافيك حبيب طبعا مشاهدينا كان هذا أحد يعني زوار خيمة دخول وأبتكيد هناك العديد من الزوار مثل ما تشاهدون ورانا اليوم مسرح خيمة دخول في العديد من الفعاليات التفاعلية بالنسبة للأطفال ثقافية وتعليمية ولكن لانشغال الأهالي مع أطفالهم يعني انحصرنا في هذا اللقاء ولكن إن شاء الله عودة لكم في لقاء آخر مباشر إن شاء الله وولي أمر جديد شكرا لكم إن شاء الله إن شاء الله قواك الله علي ومشاهدين أي ممثل ماهر لها أدوات معينة منها الملاحظة الحفظ التركيز والخيال كل هذه المهارات يتم اكتشافها من خلال مجموعة من التدريبات المتنوعة التي تعلم الطالب تطبيق هذه الأدوات في الفنون الأدائية والحياة اليومية بنفس الوقت تفاصيل ورشة التمثيل من الصالة التقافية في هذه المختففات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة من بعد هذه اللقطات الجميلة رجعنا لكم مشاهدين مع آخر لقاءاتنا في حلقة يوم الخميس من برنامج صيف البحرين وقبل ما ندخل في تفاصيل اللقاء نذكر المشاهدين بأن الخيمة مفتوحة من الساعة خمس حتى الثاسعة مساء لكل الزوار اللي حبين يستمتعون بوقتهم وكل عادة مشاهدين الفن يأخذنا لمكان بعيد وانتوه في جماله وتكنيكاته المختلفة فلا بد من خلال لقاءاتنا نسلط الضوء على الفن التشكيلي بأي نوع من أنواعه واليوم لنا لقاء مع الفنان جاسم المقابي واللي راح يتبتعنا بالحديث عن الفن المتخصص فيه وهو رسم البورتري أو الكاريكاتير مساك الله بالخير لا نمسيش بالخير ياهلا مرحبا فيك الله يحفظ فيك طبعا في البداية اللي بنتكلم عن حضورك ومشاركتك فيه خيمة نخول لهذه السنة هل هذه أول مشاركة أو أنت معتاج على هذه الأجوار؟ لا طال عمرش صالي أكثر من أربع سنوات مع أخي ما نخول متخصصين في فن الكاريكاتير حلو شلون نعلمه وشلون مبادئ الفن الكاريكاتير شلون يكونوا شخصيات وشلون يسوي قصص هذا الملحة يعني حلو يعني طبعا الرسم هو المجال اللي يحبون الصغار والأكوار خاصة الأصغار قال ما ننشوفهم يرسمون ويلونون في دفاترهم يعني شكثر سهل وفي ناس الوقت مهم أن الطفل من صغارتها يتعلم الرسم علشان تأخذ يده مع الأيام هو الممارسة في كل المجالات تصنع فنان أو تصنع هاوي إلى الشغلة اللي هو يمارسها حلو يعني أستاذ جاسم نحن نعم في أن الرسم والفن التشكيلي بشكل عام هو لغة عالمية ورسالة طبعا يرسلون من خلالها الفنانين رسائل متعددة في كافة المجالات الطفل اليوم الطفل اللي تلتقي معه أنت في خيمة نخول هل عنده وعي بأهمية هذه الرسم وأنه هو أصلا رسالة ممكن أن نحن نبعثها إلى الآخرين هو في العوام السابقة كنا نسوي قصة وكان قبال جدا جميل حلو من أنهم يسمعون قصة ويسمعون الشخصية اللي يحبونها من أشياءهم اليومية اللي يستخدموا من أدوات يحاولون أدواتهم اليوم يستعملونها بشكل يستمر إلى أشياء كرتونية يحاكونا وتحاكيهم الحمد لله كان في قعض الوجوه طلعت يعني أنت تحس أن اليوم الطفل عنده وعي بأن الرسم مهم جميل جدا يمكن إحنا تكلمنا عن الرسالة وأن الفن رسالة من خلال الفن اللي أنت تقدمه شنو الرسالة اللي حاب أنت تستهرفها وتوصلها إلى جمهور ومشاركين خيمة نخفض شلون نصنع من الشخص شكل كرتوني شلون يصير عنده فن تجريدي يعني ليس الفن الواقعي هما حين نجمع الكلمة يعني والأطفال الخاصة عندهم اطلاع واسع صحيح صعب أن تعطيهم شيء جامل ما لازم يعني تفتح خيالهم إلى أشياء أوسع نعم نعم حلو من خلال ورشتك الرسم البورتري أو الكاريكاتير هل من خلال هذه الورشة أنت تعلم وتطفل كيف يرسم أو أنت تخليه هو بحريته يرسم بدايات نعطيهم كيف هو العيون كيف هو أشكال يعني أكثر من شكل لأجسام الأشكال الجسد فبعدين ما نتحب مثلا ما نتخل أشياء اللي عنده علاقة ويها من أدوات أو شيء ما نحاورها نخليها يعني يسمع قصة منها حلو ما هي الأدوات التي تستخدمونها عادة في الرسم يعني تعطي الأطفال ألوان أو مجرد قلم بنسل نحن حاليا بس مختصنا على الأقلام في ألوان بعد بس كتشخيص أو كقواعد بشكل مبدئي بالقلم حالي حلو يعني أنا اللي عرفت أن من خلال ورشتك أن عقوب ما يخلصون الورشة تعطيهم صورة لهم أو رسمة مصاقرة لهم إن شون تشوف ردود أفعال الأطفال الخاصة أنهم يحبون هذه الأشياء واجد يعني يقول أنا يعني استانس بشكله أنه يشوف شكله باللهو يشوفها بالتلفزيون يعني بالكومنتار حلو إحنا تكلمنا عن ردود أفعال الأطفال لما يستلمون رسمها حالبين نشوف إحنا شي سريع ممكن ترسم لنا إياه على الهواء ممكن تقول لي عن شنو بترسم وفي نفس الوقت برسم أنت أنا سريع سريع إن شاء الله إن شاء الله يعني نبي نتكلم أكثر شوي عن تفاعل الأطفال معاك بشكل عام ونت ترسمني لنبي أدردش معاك لا تتكلم عن الأطفال لو بنتكلم عن التساؤلات اللي يسئلونها الطفل في هذه السن يحبون دائما يتساؤلون يحبون دائما يعرفون تفاصيل الأشياء وخاصة إذا كانوا يحبون الفن ويحبون الرسم بيسئلون عن أشياء معينة هل في تساؤلات سئلوك إياها؟ في تساؤلات شلون تسوي يعني يحبون يأخذون معلومة يعني لاحظ بهم هذا الشيء يحبون يأخذون معلومات عن الفن نفسه؟ نعم وهما مهتمين لاحظهم دائما عندهم اهتمام بأنهما يتعرفون أكثر على الفن مواهب كثيرة أكيد أنت التماستها من خلال وجودك في خيمة نخول نعم دعنا نتكلم شوي عن المواهب شنو الأشياء اللي ميزها الصغار البحرين اليوم شنو موهبين؟ يعني أنا من الورش اللي قدمتها خاصة بالكاريكاتير يعني وجوه عاصرتها في كل سنة عاصرها وجوه في الصيصة يعني بعضهم صار تواصل خارج المهرجان حك تدريب ومواصلة للشغل للشغلة نفسها حلو تكلمت عن خارج خيمة نخول حلو أن نحن نشوف اليوم اهتمام من خلال وجودكم في خيمة نخول أن تحتمون بالمشاركين في الخيمة وبعدها ممكن أن تتواصلون معهم خارج الخيمة لا بنتكلم عن الخطوات يعني مثلا لكل الأطفال اللي اليوم حابين أنهم يتواصلون مع خارج الخيمة علشان يتعلمون أكثر عن هذه الفن يمكن اليوم أن تتقدم لهم الأساسيات أو بعض الأشياء البسيطة ولكن هم حابين يتعمقون أكثر في الفن فاشنو ممكن يتواصلون معهم هناك أرقام التواصل ولكن هناك أرقام التواصل في ورش منتظمها نحن نشوفها حين وصلنا في الرسمة هل اكتاملت مرامحي؟ يسر نشوفها؟ دقيقة تحتاج القليل من الوقت دعنا نتكلم عن الأقبال أنت ذكرت أن الأقبال في السنوات الفائتة كان جدا جميل هذه السنة مثل ما نعرف أن ورشتك تقوم كل يوم خميس اسبوعيا كيف نرى الأقبال من بداية إصلاق المهرجان؟ والله الأقبال مثل الشيء فبعض يأتيون للخميس معين يعني نفس بعض الأطفال مهتمة بالرسم نفسهم يعني الآن صالي ثلاث ورشات نفسهم يأتيون نفس القروم حلو طبعا بالنسبة إلى وجود في خيمتنا فول بشكل عام قبل أن نخلص سؤالنا هذه هي الرسمة ممكن نحط الكاميرا عليها ما شاء الله جدا سريع وكاركتر لو جدا مبسط هذه أنا ما شاء الله سويتني جميلة ما شاء الله مع أن الرسم جدا سريع ولكن فيه تفاصيل جدا جميلة أنا لاحظها الكحل رسمة العين حتى تفاصيل الشعر تجريدية صايرة بشكل كارتوني يعني يتحاك الواقع بشكل ثان جدا جميل هل أنت تشوف مثل هذه المخرجات من الأطفال اللي أنت تدربهم أي عندهم مواجدة عندهم يعني تشوف فيهم بعض اللمسات اللي ممكن أنهم يطورونها الحمد لله طبعا من بعد هذه الرسمة أنا يعني سكتت شوي مبهارا بالرسمة لأنه ما شاء الله كنت دقائق قليلة ورسمت فيني وبعد قاعد تكملها أكيد بتطلع أجمل وأجمل الفنان التشكيل جاسم المقافي الفن اللي تقدمه جميل والنظر إليه ممتع مثل ما قلت لك يعطيك العافية وامتمنج دائما أن أنت تكون بالتوفيق وتعلم أطفالنا اليوم هذا الفن لأنه فن ذو رسالة ولو بد أن نحن نوصل الرسالة في هذا المجتمع يضلك ألف عافية طبعا من المشاهدين وصلنا معاكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج صيف البحرين ساعة قضيناها برفقتكم نتمنى أننا نقدرنا نوصل ولو جزء بسيط من فرحة الأطفال في هذا المكان دعوة للجميع لحضور عالم خيمة نخول يوميا على الأحد من الساعة الخامسة حتى التاسعة مساء لقائنا معاكم باتشور في نفس الموعد وتتمسون على خير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة